مرحبا بالنسبة للزكاة وعموم الأسئلة التي تطرح في الناحية الدينية أنا صراحة عندي توجيه في هذا الباب إذا كان لديكم في المساجد التي تصلون بها إذا كان بها مثلا من هو أهل للإفتاء ومن هو معروف بدراسة الفقه والشريعة فالأولى أن نرجع إليه حتى لا تقع الاختلافات لأن الاختلافات تقع هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز إلى آخره لكن على العموم أقول على العموم بالنسبة لإخراج الزكاة الذي عليه الفقهاء أنه إذا كان في بلد مزكي محتاجون فهم أحقوا بتلك الزكاة من غيرهم بمعنى عندكم في إيطاليا مثلا في المدينة التي أنت فيها إذا كان لديك مثلا جيران من المسلمين لأن زكاة الفطر تعطى للمسلم الزكاة الأخرى كم المصارف أخرى يمكن لقوا فيها لغير المسلم لكن بالضبط زكاة الفطر لا تدفع إلا عن المسلمين أي لا تخرج عن غير المسلم لو عندك مثلا مرأة مثلا نصرانية زوجة مثلا لست مطالبا بإخراج الزكاة عنها لأنها ليست مسلمة وإذا تخرج عن المسلم ولا تدفع إلا للمسلم فإذا كان عندك مسلمين مثلا تم في المحيط ديالك وعندك مثلا باش تخرج الزكاة الفطر وتخليهم هما وتصفتها للمغرب لا هذا طبعا لا ليس هذا هو الفقه وليس هذا هو الدين فإذا الخلاصة إذا كان عندنا في المحيط ديالنا ناس محتاجون هذه احتفل مغرب هناك نقولها واحد يقول لي مثلا واش نخرج الزكاة من وجده ونصفتها تازة مثلا أو الفاس أو مدينة أخرى قلوا إذا كان عندنا فقرة في الحي الذي نسكن فيه وفي المدينة التي نسكن فيها فهم أحقوا بتلك الزكاة وندفع لهم هذه الزكاة لنغنيهم عن السؤال يوم العيد لكن إذا كتشوف بأن المحيط اللي انت فيه كل الناس يعني مستورون كل هم خدامين كل هم ميسورين وكذا طبعا غني نخرج الزكاة أنا إذن ونصفتها المدينة أخرى في إيطاليا أو حتى الدولة أخرى في المغرب مثلا أو القرابة مثلا في الوطن أو كذا فلا بأس بذلك إن شاء الله فلا بأس بارك فلا بأس بارك